إذا نستمر شبابنا بمناقشة بعض التقارير حقيقة ويعني مناقشة التقارير والاعتناء بكتابة التقارير أمر ضروري ومهم يا شباب خاصة مثلا طلاب المنهاج الثاني يعني حقيقة أيضا المواضيع بالمنهاج الثاني رائعة فرجان يعني أنكم تهتمون أيضا بهذه التقارير طلاب المنهاج الثاني فلان هذا من المنهاج الأول أيضا نصلي من أجل أخونا ضو كوني 137 الكون يبارك دراستك كلنا هكذا نقول باتجاهها هو الكون يبارك حياتك الكون يبارك أيضا عائلتك الكونية وأيضا تعيش حياة عظيمة واستلم فرص أبدية واستلم نجاح أبدي واستلم خير أبدي فالتقرير الأول أنا ما بعرف أريد ليه الطلاب يكتبون تكتب ليه ما بتقولون نكتب حول مبادئ السفر الكوني أو على العموم كيف الطالب يسافر بنجاح السفر الكوني والتقاء بعالة الكونية الديزاين رائع هذا أول شيء مهم جدا يا شباب تعرفون الديزاين يعني ممكن لو تهتمون بالديزاين الكون العظيم هو يعني هنا كاتب يبارككم ويحفظكم جميعا تمتل حياتكم بالسلام والمحبة والأفراح الأبدية نشكر عوان الكون نشكر الأكوان نشكر الأستاذ الأول في الشرق والوسط في تعليم نحن أيضا نشكرك أيضا أنت قائد كوني كلنا حقيقة نفس المستوى ونفس يعني نفس الدرجة أيضا من الاهتمام كلنا فهنا الكتاب إلى كل من يقرأ هذه السطور أعرف هذا رائع حقيقة بأنك ضوء أبدي وأعرف أن عالتك الكونية تتصل بك وأنك الأكوان المنظورة والغير المنظورة رائع وحتى الفونت هذا الفونت رائع جدا جدا يعني الفونت نوع الفونت تعرفون أعتقد نحن مقبلين هنا نحن مقبلين على بناء حضارة مجتمعات كونية عظيمة شرح كشف الحقيقة والتحرر من الماتريكس يجب على الإنسان أن يفهم ويكتشف هذا الذي نكتبه له أنه مورسة مورسة تمام؟ أو مورسة عليه جميع الفابركات والإيغو تحت منظومة الماتريكس وهي قوى سلبية أتت من كائنات كونية سلبية تسمى بالدراكونيان أريد فقط أن أوضح لكم هم مش فقط لدراكونيان تعرفون؟ هذا أيضا نريد أن نذكره رجاء يعني هي كائنات متعددة فيها الدراكونيان جزء منهم الزواحف جزء منهم الرماديين جزء منهم وأيضا الأوناناكي بالمناسبة وحتى الأوناناكي مع الدراكونيان هؤلاء أيضا يعني في عهود عاشوا صراع تمام؟ وعاشوا هيك سلام تنافسات وحتى الأوناناكي مثلا الأوناناكي عندهم دور في الأرض يعني حقيقة أي الأوناناكي تمام؟ فهو يكتب هنا وضع لك أديان كثيرة ومسميات لا صحة لا في الأرض كالإعلام والتاريخ والسياسة والتعليم والتفرقة والنظام المالي والموت والمرض والكوابيس هذه جميعها غير حقيقية نعم كلها مش حقيقية حتى المجتمعات والبيئة المحيطة بالإنسان والعادات والتقاليد نعم كل هذه ما فيها حقيقة صح وأدخلوا أعتقد يقصد في عالم أو أدخلوا في عالم حياة المادة كلمات ضعيفة نعم أدخلوا كلمات ضعيفة وسلبيئة ذات ترددات وهدفها التأثير والسيطرة والعبودية وتظهير الإنسان يجب على الإنسان أولا قبل السفر الكوني أن يتعلم كيف يحرر فكره ووعيه وروحه وجسمه من الماتريكس ويعيش الضوء الأبدي عليك أن تكون قوي وشجاع وتدفع نفسك بكل قوتك دون شك أو تردد فتخرج من الماتريكس بكل تحدي وبكل هدوء هذه كأنه مقدمة أعتقد تمام لأن هنا يقول وخلال قراتك لهذا التقرير سوف تجد به نقاط مهمة أوكي هو هذا مهم بالمناسبة عندما تكتبون التقرير تعطون صيغة ماذا سوف يفهم القارئ من التقرير فمثلا هو هنا كاتب وتتعلم أيضا من خلال هذا التقرير دروس مهمة ورسالة تحملها معك للآخرين الذين هم يبحثون عن كشف حقيقة الإنسان هذا مهم أنه في البداية تعطي بالتقرير ماذا سوف يفهم أو ممكن نقول هكذا يتعلم القارئ من قراءته للتقرير يجب أن تعرف وأنت تقرأ هذه المقدمة أنك سوف تتعلم حياة المنظور والغير المنظور أو تدرس تقريبا لو تضيف وحياة أكوان الظوء وحياة عالم المادة فإذا أول شيء يقول هنا لكي تصل للسفر الكوني أو لو تكتب لكي تنجح في السفر الكوني أو أو كاتب لكي تصل للسفر الكوني بنجاح يجب أن تتحدى الظروف المادية وأن تصفي ذهنك ووعيك فعلا من جميع الظروف والبرمجيات المادية والماضيك وذكراتك هذا في غاية الأهمية أول شيء فعلا هو التحرر من المادة لأنها المادة هي التي تبطئ توقف السفر الكوني صح يعني تصل إلى حالة تناغمية مع الكون نعم هذا مهم بمعنى تعيش الظوء قبل السفر الكوني يجب عليك أنك تدرس علوم المتافيزيكس وتتدرب على الاسترخاء والتأمل لأن هذه عوامل مهمة في السفر الكوني رائع جدا صح تعريف الظوء لاحظ فقط أعطيك ملاحظة مهمة حقيقة هنا لماذا يعني هكذا تكتب لماذا يعني في السفر الكوني نقول هيك تكتب يجب أن تعيش بوعي الظوء وتبدأ تعريف الظوء لأنه هو السفر الكوني مرتكز على كم أن الإنسان يعيش بطاقة الظوء فهنا كاتب تعريف الظوء المصدر المكون لكل الأشياء الحب السلام الخير الحكمة الفرح الكلمة الإيجابية المنظور والغير المنظور الأبدية الطاقة الخالق الحياة الأبدية الذكاء العقل الكوني الوعي الفكر الإيجابية المطلقة هو هذا الظوء القوة المعرفة الاتحادية البركات والأكوان والفراغ وكل شيء ما معنى السفر الكوني؟ السفر الكوني يعتبر مسألة فلسفية عاطفية فهمية روحية فكرية جسدية صح جدا السفر الكوني هو نعم حقيقة الإنسان هو من طبيعة الإنسان هو رحلة كونية بدون مسافة وزمن ما فيه مسافة وزمن لاحظوا الصورة لاحظوا الصورة مهمة يعني السفر الكوني هو الصعود والارتقاء والاتصال بالأبعاد العليا بالفكر والروح والجسد والوعي رائع تعريف السفر الكوني هو أنك في كل نقطة من نقاط لا مش هكذا الإنسان هو في كل نقطة من نقاط الأكوان مش السفر الكوني تقريبا تمام أي لأنت هنا مثلا لا أنت كاتب مثلا السفر الكوني هو مسألة فلسفية عاطفية تمام فهمية روحية وهنا كاتب السفر الكوني هو الصعود والارتقاء التعريف السفر الكوني هو أنك في كل نقطة من نقاط الأكوان مش مش هكذا تقريبا السفر الكوني هو الحرية الكونية بالتنقل ووسيلة الاتصال للاتصال بالكائنات الكونية نعم الالتقاء بعوانا الكونية صح الصعود للمستوى العليا بالمناسبة ممكن تضيف السفر الكوني هو أنك كاتب الطالب هو أنك تعيش وتتناغم مع حقيقتك كالله أبدي نعم صح السفر الكوني هو رحلة إلى حياة أكوان الضوء نعم مبادئ النجاح في السفر الكوني المبدأ الأول هناك شيء أهم قبل السفر الكوني والذي هو أعتقد هيكي والذي هو الفلسفة الكونية صح ومعرفة طبيعة الإنسان ممكن أو من هو الإنسان عن طريق تعلم ودراسة علوم المتافزك المبدأ الثاني عندما تسافر السفر الكوني لا تقول أنك تريد أن تصعد من أجل أن تتخلص من ظروفك السفر نعم فهي مش فلتة فيك بهذا المصطلح من الأرض لا حقيقة هو مبدأ اتحادي أي مبدأ إعلان أنك ترجع إلى الضوء هو هذا المبدأ الثاني يجب أن تعرف أنك تحت الاختبار الكوني صح فهو هذا مهم اسأل نفسك ماذا تريد بالحياة؟ هذا رائع هذا أو لماذا تريد أن تسافر السفر الكوني؟ فمن هذه النقطة تستطيع أن تبني حياتك الكونية صح؟ لا أبو رائع يجب أن تعرف أن السفر الكوني سهل جدا بسيط يحتاج التركيز والتناغم مع الضوء صح؟ النواية جدا مهمة طبعا أريد أن أقول لكم شيء بالمناسبة هذه المبادئ يعني ممكن أقصد بالتقارير القادمة أريد أن أوضح شيء لو تعملوها المبادئ النقاط لو تعملوها على شكل دوائر يعني توضيحات بالرسم تكون كثير تأطي يعني وضوحية أكثر معانا يعني دقيقة بالله يعني يلتحقون طلاب و لازم أسكر المايك ها شوف يأتي الصوت مباشر من يلتحق يخرج الصوت فلو تعملوها على هالشكل ها مهم جدا حقيقة ها تماما وبعدها تبدأ بالترابطات تماما يعني لو الموضوع فيه ترابط ممكن مثلا هذه النقطة الأساسية هنا ها مثلا وبعدها وحسب الموضوع أقصد لاحظوا هذا مهم مهم حقيقة ممكن يعني أوكي هيك مثلا فكروا فيها هذه رجان بالتقارير القادمة تمام هو هذا أهم شيء يعني حقيقة من كل المبادئ ها يعني السؤال المهم من كل المبادئ أن تعيش وعي الضوء الاتحادي هو هذا والحب اللامشروط لكل الكائنات الكونية المبدأ السابع مسامحة النفس ومسامحة كل شيء وأن تحب نفسك وتحب كل شيء لأن روحك من روح الأكوان طيب هذه المبادئ هو كاتب كم تقريبا راع جدا المبدأ الرابع عشر الخامس عشر هذا المبدأ الخامس عشر مهم تفعيل ومباركة طاقات العدد الروحية والاتحاد بطاقات الشموع راع جدا جدا هذا وهذه مهم العدد حقيقة طاقات الكوارز طاقات النجمة الخماسية والنجمة السداسية وطاقات البخور أي مهم طاقات الأحجار الكريمة لاهظوا والمبدأ السادس عشر تطبيق الهدوء السابع عشر تطبيق جلسات التنفس الثامن عشر اعرف بأن عادتك الكونية معاك دائما هذا مهم وسوف تساعدك فعلا هذا جدا مهم المبدأ صحيح يكون تقريرك واضح ومفهوم ومترابط فأنت أيضا تقوم برفع وعي الذي يقرأ فهذه النقطة مهمة حقيقة في غاية الأهمية أي هذا الابتعاد يعني وحتى ممكن نضيف الابتعاد التام لو تضيفها هكذا يعني أي لأن هي كثرة الفلسفات تضعف الطاقة تشوش على فكر الإنسان كما هو هنا دعوه كثرة الفلسفات تشوش على فكر الإنسان أي التركيز على الكلمة تمام هذه أثناء جلسة السفر الكوني لا تقيس السفر الكوني والعائلة الكونية من الفكر الأرضي صح يعني أنت مش أنت في الأرض تفكر بالفكر الأرضي وتريد أن تصعد مش هكذا أنت تعيش وعي الظوء وتصعد تمام صح رائع لماذا يتم استخدام النفق الظوي في جلسات السفر الكوني أنا هذه النقطة ما بعرف أعتقد قسم من الطلاب وهي نقطة مهمة لم أجدهم يذكروها النفق الظوي مهم أي حقيقة ف هنا يكتب أو كاتب لأنه في النفق الظوي لا يجز منه مساف فهو السحب انتبه النفق الظوي مهم أي جدا مهم حقيقة فهو السحب انتبه شبابنا السحب يتم من خلال النفق الظوي طبعا أي وكأنه أيضا أنت في النفق الظوي نقول يجعلون وعيك أكثر ضوء هذه لو تكتبوها كملاحظة أي أو هو النفق الظوي يجعل وعيك أكثر ضوء أوكي الملتحقين الجدد رجان جايل تحقون معنا جدد رجان لو تسكرون المايكات لأنه مرات في نصف التسجيل أو نصف المحاضرة ينفتح المايك وأصوات غريبة يعني تخرج تمام؟ رجان فقط انتبهوا على هذه الملاحظة هذا مهم يعني حقيقة الذي يعني يوضح الطالب النفق الظوي يقوم بسحبك إلى كواكب أخرى لأنه مش مرتبط بالزمن المسافة صح النفق الظوي يسهل الاتصال والانتقال بين المنظومات النجمية بين الكواكب والأنفاق الظوئية تأسست منذ تأسيس المجرة فعند تصميم المجرة يتم تصميم أنفاقها الظوئي صح جدا هذا أي عوالن الكونية تستخدم النفق الظوي في جلسات السفر الكوني لسحب أبناؤها نعم والتواصل معاهم لأن العائلة الكونية هي التي تجهز وتؤسس النفق الظوي الصح لأبناؤهم أثناء السفر الكوني ومن خلال النفق الظوي يتم ملء وعي الشخص بالضوئ تنظيفه وحمايته فيجب أن تتناغم وتتحد مع النفق الظوي أثناء الجلسة وترى نفسك أنك النفق الظوي راع جدا هذه مهمة أنواع جلسات السفر الكوني في غاية الأهمية فهذه الأولى صحيح اللي نستخدم النفق الظوي والطالب أيضا يعطي مثال هنا تمام أنواع جلسات السفر الكوني فكاتب جلسة سفر الكوني بسيطة وهنا كاتب الطالب جلسة السفر الكوني عن طريق وضع كريستالة كوارسوداسية في مركز الجبهة هذا جدا مهم طبعا حقيقة في جلسات السفر الكوني دائما تركزون على وضع الكريستالة هذه في مركز الجبهة وهو راعي حتى هو يعني معطي لها توضيحات لاحظه فجلسات السفر الكونية بسيطة وبعدها كاتب جلسة السفر الكوني عن طريق وضع كريستالة كوارسوداسية وجلسة السفر الكوني عن طريق تفعيل النجمة الخماسية راعي جدا وبعدها أيضا انتقلنا للجلسات السفر الكوني المتقدمة اللي هي بدأنا فيها زراعة الروح الضوئية مهمة هذه في غاية الأهمية وحتى أريد أن أوضح لكم يعني أيضا عندنا الطالب الضوئي ماتان وعشرون فبعد هذه الجلسة زراعة الروح الضوئية بدأوا يشاركوها بالكودات الضوئية تمام فهذه مهمة هذه جلسات السفر هذه وبعدها جلسة السفر الكوني بدأنا ممكن هذا اللفل الثالث جلسة السفر الكوني نقل وبناء وزرع الوعي الكوني من عالتك الكوني وهذه كانت مهمة وما تزال يعني أقصد هيحنا نطبقها رائعة جدا هذه فهو مرة أخرى الطالب يعني توضيح رائع له أكررها يعني فإذن البسيطة وبعدها كاتب الطالب يعني جلسة السفر الكوني مع كرسات الكوارس هذه الثانية ممكن وجلسة السفر الكوني عن طريق تفعيل النجمة الخماسية وبعدها كاتب جلسة السفر الكوني متقدمة لكن مرة أخرى لو تجعلها في دوائر تخطيط تخطيطها أي والأخيرة هذه جلسة السفر الكوني نقل وبناء وزرع الوعي الكوني من عالتك الكوني لوعيك رائع وهناك أيضا جلسات مهمة تساعدك بتكثيف الظوء لكي تسافر السفر الكوني وهي جلسات إعلان الظوء أو تسمى جلسة ضوية تحادية وهذا أيضا يعطي مثال ومعها هي كلها الموسيقة والأغاني الروحية كلها تلعب دور حقيقة هو كاتب الموسيقة والأغاني الروحية تلعب دور بإصعاد روحك وتجعلك تتناغم وتتصل بالأكوان مهم جدا هذه نعم وكاتب هنا في نهاية التقرير أمثلة على الصلوات الظوئية أنا ضوء الأكوان أنا طاقة ضوئية وبضوء العظيم ونير كل الأكوان هذه مهمة طبعا هذه الصلاة الظوئية ترفع الوعي وتجعل وعيك هو طاقة الظوء أنا الروح الأبدية أنا الحياة الأبدية أنا الأكوان الأبدية أنا فكر الأبدية أنا وعي الأبدية أنا طاقات الأبدية أنا الحب الأبدية أنا الأحاسيس الأبدية أنا الغناء الأبدية أنا الموسيقى الأبدية أنا الخالق الأبدية أنا كان الحرية الأبدية أنا الحرية الأبدية أتنفس الحرية الأبدية أعلن أنني أعيش بوعي كل الأكوان أبارك نفسي أبارك الأكوان الأكوان تباركني هذه أنا أضيفها يعني وهذه مهمة أنا المنظور أنا الغير المنظور مهمة جدا أنا مستويات وعالم المنظور وأنا مستويات وعالم غير المنظور أنا ضوء الأكوان أنا طاقة ضوئية وبضوء العظيم ونير كل الأكوان وأريد أن أقول لكم شيء حقيقة أشاركه معكم هذا مهم أنت انتبه انتبه كل واحد يسمعني رجاء هذا الأمر مهم عندما تعلن أنت ما بتتصور كم أنت صوتك وكلماتك تصل أو ترن هكذا ترن في أرواح عائلتك الكونية أي هذا 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 مهم هذا الأمر طبعا أصلا يعني ممكن هم يندهجون حتى على هذه الكلمات لأن هذه الكلمات خالقة هو هذا الخلق أنا الروح الأبدية أنا الحياة الأبدية أنا الأكوان الأبدية أنا فكر الأبدية وهذه الصور لاحظوا أيضا واضع أمثلة على العدد الروحية بالصور أي رائع جدا هذا لاحظوا هكذا وهذه العدد في غاية الأهمية مهمة جدا جدا هذه لاحظوا أي فالكون يبارك جهودك كلنا نقول باتجاهه ورجعا الكون يبارك جهودك والكون يملأك بالحكمة والإبداعات وهذا تقرير يعني أنت أبدعت فيه حقيقة بدون مجاملة أي والكون يبارك كل جهودك وأنت قائد كوني عظيم وتعيش كل حياتك من نجاح لنجاح ومن فرح لفرح وتعيش أيضا ترفع وعي الناس أي نعم وعالتك الكونية تبارك عملك تبارك دراستك تبارك حياتك نحن نباركك الأرض تباركك زعماء وزعيمات الأكوان يباركون حياتك استلم الفرص الأبدية استلم نجاح أبدي استلم محبة أبدية استلم خير الأكوان استلم محبة الأكوان اليوم وكل يوم آمين 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 أريد أن أوضح التقرير أيضا لو تضيف مسألة الفرح ما بتتصورون يا شباب هذه الكائنات العليا كم هي تعيش طاقة فرح فكلما أنت تفرح الفرح مهم ركزوا على طاقة الفرح فلو طالب مثلا عنده ضغوطات نفسية عاطفية مسؤوليات أقول لك ماذا تفعل حاول أنك تغني نعم أفرح أبحك على الرغم ممكن من الضغوطات النفسية ممكن عندك ضغوطات نفسية عاطفية دراسية تدرب أنك تفرح نعم أخرج ممكن إلى حديقة بارك نفسك بارك الأكوان غني ابتسم حاول حاول أنت ما بتعرف كم مهم طاقة الفرح طاقة الفرح حتى تؤثر على مجرة التبانة نعم وبالسفر الكوني حقيقة مهم جدا جدا طاقة الفرح في غاية الأهمية يا شباب أنك تفرح تحب نفسك تحب من أنت طبعا الفرح أيضا معناه مسامحة النفس لا تبقى بالماضي ليه هيك عملت وتحاسب نفسك خطأ الفرح ما بتفكر بالمستقبل والخوف من المستقبل هذا ما يفيد طبعا الفرح هو الضوء فتركزون كل واحد يسمع صوتي هذه رسالة تدرب أنك تفرح نعم أنا أعرف ممكن الطالب عنده يعني ارتباطات ضغوطات لكن الفرح يغير كل شيء فتدرب أكرر معلش تدرب على رغم من الضغوطات كل واحد يسمعني على الرغم ممكن لو تواجه الآن ضغوطات نفسية عاطفية فكرية مع العائلة دراسة عمل على رغم من هذا موعد معين ممكن عندك ممكن حيرة اجلب الشموع واشعل الشموع وفقط اهدأ نعم الفرح يعني أيضا الهدوء اهدأ وابتسم وقول الكون يباركني الكون يحميني الكون يملئني بالسلام وايضا الآن احنا مجتمعين يا شباب فأيضا نرسل رسالة صلاة ضوئية لكل انسان في الأرض اذا يواجه ضغوطات نفسية عاطفية مالية فكرية دراسية فدعونا نصلي صلوا معنا واللي عنده الكوارتز يمسكها رجاء رجاء هاي صلاة مهمة فنرسل هذه الصلاة إلى كل شخص ممكن يعيش ضغوطات الآن نرسل هذه الصلاة باسم الظوء وباسم زعماء الأكوان وباسم الخير الأبدي باسم الطاقة التي تخلق كل الأكوان وباسم الحكمة الأبدية وباسم الحب الأبدية وباسم العلوم الكونية وباسم كائنات الخير الأبدية وباسم عوائلنا الكونية يستلم كل شخص إذا يعيش تحت أي ضغط يستلم فرح طاقة فرح تملأ روح كل إنسان يسمعنا طاقة فرح سعادة صحة أمان جمال هدوء تملأ مشاعر وأحاسيس كل شخص الآن يسمعني استلم طاقة فرح قول معي فقط أستلم استلم طاقة فرح استلم طاقة حب استلم سعادة استلم بهجة أكثر استلم فرح أكثر واستلم ظروف عظيمة ظروف جميلة ظروف هادئة ظروف رائعة وتعيش كل حياتك بطاقة فرح طاقة حب طاقة سلام طاقة أمان كل واحد يسمعنا كل واحد معنا كل واحد سوف يسمعنا استلم طاقة فرح استلم طاقة فرح كلنا نقول باتجاه كل واحد ممكن سوف يسمعنا نقول استلم طاقة فرح أينما أنت تكون استلم تغيير عظيم بالظروف تعيش صحة عظيمة تعيش فرح عظيم تعيش سعادة عظيمة باسم زعماء وزعيمات الأكوان يملؤك زعماء وزعيمات الأكوان بفرح بسعادة بهدوء بأمان بجمال وبسلام أبدي في كل دقيقة من دقائق حياتك تعيش أمان أبدي تعيش اطمئنان أبدي تعيش السعادة تعيش الهدوء تعيش الفرح تعيش الخير تعيش السلام تعيش الأمان اليوم وكل يوم تستلمها من زعماء وزعيمات الأكوان نحن نطلب منهم هذا يا زعماء وزعيمات الأكوان باسم السلام الكونية الذي يجمعنا بكم املؤ كل شخص يسمع هذه الصلاة بطريقة فرح عواطفه روحه مشاعره تمتلئ بطاقة فرح بسعادة بسلام أبدي اليوم وكل يوم آمين 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 الناقش أيضا نستمر بمناقشة هذه التقارير وهذا التقرير للقالبة لو كوني مائة وخمسة وثلاثون التقرير الأول وهي تكتب حول تجارب السفرات الكونية لضو كوني سبعة عشر ملك السايروس الظو يبارك فالبداية رائعة لاحظوا الظو يبارك كل من يقرأ هذا التقرير وصلي من أجلك أن تمتلئ روحك وحياتك وظروفك بالضوء الأبني وتسلم خيرات وبركات الأكوان آمين أي رائع جدا يبقى نعطوني مجال من فضلكم بس ممكن يسكرون المايكات الملتحقين الجدد الآن رجاء شوية تنتبهون الناقش هذه التقارير رجاء لأنه الطالب عندما يلتحق ما بيعرف يعني دائما هناك أصوات من المكان الذي هو فيه من العائلة فقط أنبهكم يعني رجاء فهو مرة أخرى من الطالب الظو كوني 135 ولو تلاحظون الدزاين هذا الدزاين ومكرر يعني ففي غاية يعني حتى التصميم فحتى الذي يقرأ يعني سوف يهتم لاحظوا وحتى الكتابة واضحة تمام؟ والفونت رائع أيضا وتقول أحب أن أشكر أولا الكون وعاولنا الكونين مباركة المقدسة لوجودهم معنا نعم ومساعدتهم لنا من خلال اتصالاتنا معاهم تبينة هذه ما نستخدمها شوية تبينة تبينة أن البشرية مقبلة لا مش هكذا تبينة مباشرة ابدي البشرية مقبلة على تغيرات عظيمة ومقبلة على بناء حضارات ومجتمعات كونية وأحب أيضا أن أشكر الأستاذ القائد الكوني أنا أيضا أشكرك وأيضا مجموعتنا تشكرك يا عزيزتي وأنت أيضا عندك دور عظيم كلنا نفس المستوى ونفس الاهتمام يعني من عوائلنا الكونية أي بس رائع رائع الدزاين رائع والكلام أيضا التوضيحات فالآن هذا مهم لاحظوا هذا في غاية الأهمية البداية من هي ضو كوني 17 أو ممكن تضيفين لماذا أطلقنا عليها ملك السيرس دائما بالتقرير انتبهوا رجال هذا اللي نتكلم حوله مهم دائما اجعلوا يعني فكروا بعناوين نقول مؤثرة فيها معنى فمثلا عندما تكتبين لماذا أطلقنا على ضو كوني 17 ملكة سيرس لاحظوا ها ها استاذ كتبت عن لماذا لقبت بملكة سيرس أي رائع جدا يعني أقصد عندما تضعوه هذا هذا جدا مهم اهتموا هذه تسمى الهيدنغز ها الأسماء يعني تمام فضو كوني 17 هي طالبة تنتمي للعوائل الكونية الإسودية وقد درست مناهج علوم المتافزيك سبعة أشهر أكثر هي حقيقة يعني لكن هي نعم هي عندها كورس هي سبعة أشهر بإشرافنا رائع جدا والسبب الذي جعلها تلتحق بهذا الكورس هو أنها أرادت أن تتطور روحيا وفكريا وأن تبدأ حياة جديدة تتعلم فيها أساسيات المتافزيكس وأن ترتفع ترددات الفكر لديها لكي تفهم نفسها أولا وتعرف حقيقتها الضوئية وبسبب هذا الشغف والطموح والإرادة أيضا هي عندها إرادة ضو كوني سبعة عشر يعني لهذه الأسباب لمعرفة علوم الكون فلقد وصلت ضو كوني سبعة عشر إلى عالتها الكونية الإسودية أريد أن أقول لكم شيء أيضا حاول ضو كوني سبعة عشر والدتها الكونية مهتمة بها كثيرا تعرفون هذا أمر في غاية الأهمية جدا مهتمة بها الوالدة الكونية الإسودية والدتها مهتمة فيها يعني أي وعاشت تجارب سفر كوني عظيمة فوق الوصف فيها دروس وحكم فعلا ومفاهيم عميقة في علوم الكون أي رائع فأنت تأثرتي بالتجربة رقم اثنان وعشرون عندما هذا كل يعني كلنا اعتقدت أنا تأثرت بهذه الحلقة هذه بتاع التحالف الكونية حلقة أو نقول دور مميز هي يعني ناقشت لدراكونيا هذا مدهش أصلا هذا أول يعني ممكن تقول أول كائن بشر يعتقد يعني وجه لوجه مع كائن لدراكونيا وحتى هي ناقشته بحكمة يعني والحوار كان هو كان يعني يوجه أسئلة نوعا ما صعبة عميقة لكن هي تفاعلت مع مع أسئلته نعم وتتصف شخصية ضل كوني سبب عشر بالشجاعة والجرأة والصراحة ولديها ربط عالي والاستنتاج عالي وتمتلك إرادة رائع جدا والسمرارية نعم هي مهتمة صح يعني أنها تبحث عن حقيقتها لقبت بملكة سارس لأنها عندما اكتشفت عائلتها الكونية الإسودية وسافرت السفر الكوني بنجاح وجدت أن حياتها الكونية عاشتها كملكة في كوكب يسمى سارس تعيش فيه الحضارة الكونية الإسودية المقدسة المباركة وكائنات كونية أخرى واتضح أن ضوء كوني سبب عشر نعم هي لها دور وما تزال هي هناك عندها النسخة الكونية تعرفون نعم ومهام في حياتها الكونية كملكة فتم نعم يعني تسميتها تلقيبها بملكة سارس رائعا ما هي المحطات التي عاشتها ضوء كوني سبب عشر ملكة سارس هذا شوية غامق لو كنت تختاريني شوية أفتح اللون ها خلينا نكبره يلا في الجلسات الأولى ما هي المحطات أكرر ما هي المحطات التي عاشتها ضوء كوني سبب عشر ملكة سارس في الجلسات الأولى وفي بعض الجلسات الأخرى عادتها الكونية الاسودية ساعدوا ضوء كوني سبب عشر بتنظيف روحها فكرها وجسمها وظروفها من جميع السلبيات يملؤوها دائما بالضوء ويصفون أخبروها بحياتاتها السابقة عدة مرأة صحة وأغلب التجارب نعم يعني هي تعيش أنه يرسلون لها ضوء عاشت العديد من المحطات الرائعة لكن أبرز المحطات التي عاشتها تلك التي فيها دروس وحكمة من خلال نعم تدريس والدتها الكونية لها فمثلا التجربة الرقم تسعة عشر هذا التقرير رائع حقيقة يعني لاحظوا حتى هي يعني أقصد القالبة التي كتبت هذا التقرير يعني أشعر أنها هي مهتمة بهذه التجارب وحتى يعني لاحظوا هي تكتب مثلا تجربة الرقم تسعة عشر مهم هذا هذا مهم لاحظوا يعني تعطي أمثلة الآن حول التجارب فالتجربة الرقم تسعة عشر سألت ضو كوني سبعة عشر والدتها هل هناك زمن هذا مهم كان السؤال في حياتكم أو كيف ترون الزمن فقالت والدتها ماذا تقصدين بالزمن لاحظوا هذا كان كانت مناقشة مهمة فلم تعرف ضو كوني سبعة عشر أن تصف الزمن بالكلام فجعلت والدتها أن ترى صور أن من خلال ابنتها لكي توضح لها معنى الزمن الذي تقصده فقالت والدتها الزمن الذي بالأرض هو خلل بالوعي صح طبعا فعلا أو تقصيم بالوعي فهذا تعريف الزمن بالنسبة لها هي كأن هو عادية الكونية لم تفهم أصلا حتى الزمن ككلمة فهو الزمن موجود في كل الأبعاد هنا الطالبة تكتب الزمن موجود في كل الأبعاد لكن يختلف المفهوم والتعايش نعم يختلف صحي الكائنات الكونية يعيشون بقوة خلق عالية لأنه ما عندهم زمن بمفهومنا الزمن مختلف عندهم تماما هم عندهم زمن بس كما أنتم يعني ذكرتم أو تذكرون المفاهيم ورؤيتهم تفاعلهم مع الزمن مختلف عن مما يعني في الأرض وهذا رابط التجربة لاحظوا هنا رائع هذا الرابط أيضا وهذا هو أعتقد هذه الجلسة 22 أعتقد تمام اللي هو هذا الحوار بينه وبين الدراكونية أي فالطالبة في التقريب أيضا توضح ما جرى في هذا اللقاء مهم هذا لاحظوا أنا تأثرت مرة أخرى كان لقاء مهم جدا حقيقة أي أيضاً أيضاً هناك هناك تعرفون تعليم تعليم عندهم مهم وتطبيق عندهم مهم الحب بشكل يعني عندهم لأنه هذا فيه الخلق فيه الحياة طيب هنا تكتب شيء مهم أيضاً ما هي العوامل التي ساعد الظل الكون السباة عشر بالنجاح بالسفر الكون والتقاء بعادة الكونية الإسودية المباركة المقدسة مهم هذا مبدأ النجاح في الكون هو التعلم رائع وكل واحد أيضاً يقرأ هذه الكلمات ادرس وتعلم أي دائماً اجعل يعني الدراسة هو هذا حياتك حقيقة وأطلب أيضاً من زعمة وزعيمات الأكوان ومن عائلتك الكونية الحكمة تعرفون هذا مهم يعني تكلم معهم بصراحة كل واحد يسمعني اسمعني تكلم معهم قول يا زعمة وزعيمات الأكوان باسم السلام الكوني أطلب منكم الحكمة الكونية حتى مع عائلتك الكونية يعني مهم هذا هذا السؤال فهذه إضافة رائعة حقيقة نعم هذا المنهاج هو كان عندهم منهاج سبعة أشهر هو كان حقيقة مهم جداً جداً يعني فيه أخذ وهي درست كل الأساسيات والأساسيات المهمة وتصوروا أيضاً بالمنهاج هو سبعة أشهر هو ما يزال أقصد يعني سبعة أشهر عندهم فقط أسبوع يعني باقي هيك المدة لكن هو يعني أكمله تقريباً وبالتالي يعني نعم هو هذا المنهاج فعلاً ساعدها جداً ساعدها أصلاً بحيث هي يعني بإشراف فالدتها وبإشرافنا استطاعت أن تدير حوار مع الدراكونين وتنجح تعرفون أي فالدراسة مهمة يا شباب جداً مهمة أنك تهتم فيها طبعاً ولأنه أنت كاتب طالبة كاتبة حول الدراسة أريد أن أقول لكم شيء الكوزات مهمة اهتموا بالكوزات يا شباب مش فقط أنت تشاهد حلقة لا الدراسة أيضاً أنك تهتم بالكوزات لأن الكوزات أيضاً ترفع من يعني من درجة ربطك للنقاط والاستنتاج وحتى كتابتك التقرير وحتى الكوزات حتى طريقة السؤال تتغير والاستنتاج يتغير الكوزات مهمة جداً طبعاً تعرفون أي فإذن أيضاً تذكر العوامل الأخرى التلقائية للسمرارية الإصرار التأني البناء الإيجابي طلب الحكمة قوة التركيز التناغم مع الضوء الهدو والاسترخاء أيضاً اكتبي رجاء وعي المجموعة مهم جداً هذا أيضاً الأمر فهي مع المجموعة أو الطلاب مع المجموعة أيضاً يساعدهم بالسفر الكوني هاي النقاشات وجلسات المجموعة جداً مهم ما أصليه لأن أيضاً العوالي الكونية معانا أي هذه ممكن لو تضيفيها ووجه رسالة هذه الخاتمة ونهاية التقرير ووجه رسالة ضوكون 17 ملك السيرس أحب أن أشكر ضوكون 17 على شجاعتها ومساعدتها لنا عن طريق تجارب وفي السفر الكوني والدروس التي تعلمناها من تجاربها العظيمة وهذه الرسالة هي تقول يعني بالتقرير انطلقي واستمري بالنجاح الكوني نعم وأصعدي أكثر والأكوان تبارككي فأنت مقبلة نعم على تجارب وفرص عظيمة الله العظيم يبارك حياتها أو هي تكتب يعني يبارك وهنا مهم طبعاً مصادر التقرير تضعون وحتى لو لديكم ممكن قنوات أو شيء هي أيضاً ممكن تضيفون يعني رائع جداً إذا نصلي من أجل الطالبة رجان ظو كوني ما هو خمسة ثاف كلنا نشتمع الكون يبارك حكمتكي هكذا نقول باسم الأكوان العظيمة وباسم طاقات الخير العظيمة وباسم زعماء وزعيمات الأكوان تبدعين أكثر في دراستكي وتعيشين حياة عظيمة وعائلتك الكونية تبارككي الأرض تبارككي زعماء وزعيمات الأكوان يباركون حياتك تعيشين ظروف عظيمة حياة عظيمة فرح سلام في كل أيامك في الأرض وكل حياتك أيضاً في الأبعاد الأخرى وانطلق إلى الأبعاد الأخرى عائلتك الكونية تناديكي تعرفي هذا عائلتك الكونية معانا تبارككي زعماء وزعيمات الأكوان يباركون حياتك الأرض تبارككي نحن نبارككي سلمي كل الخير كل السلام الأبدية اليوم وكل يوم آمين 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر